الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد قال من قال لا إله إلا الله مشرك يعني هل هو مشرك قال واتقوا الفتن طيب من نسبة للأول الذي يقول لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة العظيمة بعث الله تعالى بها جميع الأنبياء والرسل فقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أدى معنا لا إله إلا الله لأن الله تعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم وقال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون فأعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله ومن لقي الله بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فإن الله تعالى سوف يغفر له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي يعني زول وقع في زنب ودع الله تعالى بالمغفرة كما جاء في القرآن في قصة آدم عليه السلام وحوى أن الله تعالى قال عنهما في سورة الأعراف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله تعالى في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يا إنت وقعت لك في زنب وقلت يا الله تغفر لي يا غفور أغفر لي ودعوت الله تعالى بالرحمة ورجوت رحمة الله ورجوت غفران الله تعالى الله بيغفر لي بعد ذاك قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء قال النووي رحمه الله قال بعض العلماء أو قال العلماء عنان السماء يعني السحاب يعني لو زول ذنوب وصلة السحاب قال ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي بعد ذاك آخر شيء وده مناسبة الكلام قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عشان كذلك الناس يتكلم في التوحيد لأنه ده نظف الزول قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون الفائدة شنو من الفوائد قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون فإذا لمن توحد الله سبحانه وتعالى والصلي وتذكر الله تعالى وترجع إلى الله وتتوب إليه سبحانه وتعالى سوف يغفر له فدي لا إله إلى الله وبتدخل بالإسلام شكيه النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر الرجز يعني الأصنام فهجر طلع الصفا طلع الجبل قال يا صباحا فاجتمع عليه الناس في تفسير ابن كثير قال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط الكلام الفي تفسير من كثير قال شنو قال فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم قولوا لا إله الله تفلحوا الكلام ذا ابن كثير جابوا في تفسيره لسورة المسد تبت يدى أبي لاب وتب لما قال الكلمة دي لا إله الله تفلحوا قولوا لا إله الله تفلحوا هن عرف معنى عرف إنه لا إله الله يعني الناس ما تعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه طوالي أنكروا الكلام أبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم أليهذا جمعتنا هسي التلامينا عشان نقول لا إله الله لأنهن عارفين مش مجرد القول معنى تترك عبادة من سوى الله وما سوى الله عشان كذي صرحوا في القرآن فقالوا في سورة صاد نقل الله كلامهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب معقول واحد بس شكري في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلى الله يستكبرون ما بيقبلوا أسي الزولة بيقول الكلمة دي لا إله الله في زمن فواحدين بيقولوا لا إله إلى الله وفعلا حقيت في الله لا في حجاب لا في شيخ لا في قبة لا في غيره وده كويس وده بتنفعه لأنه لا إله إلى الله لما نخطاه في الميزان اسم الله ليس هناك شيء أثقل منه فهمت المسألة من تقول لا إله إلى الله في كفة تانا أي شيء بيجاي ما أدقل من لا إله إلى الله وما معنا تعمل المعاصي لا تخاف تخاف من الزنوب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم عشان ما تقول معنا أسمى حفلة وأحضر الفيلم وبعدين نحن موحدين تشرب بنقو تقول نحن موحدين لا تعمل حسابك تبعد من البنقو ومن غيره من المعاصي قل بيقول لا إلى الله وفاهمة ويعمل بمقتضاها ده بتنفعه لكن تقول لا إله إلى الله زي ما في السؤال ده ما هم بيعترضوا يقول لك معقولة زول يقول لا إلى الله لا إله إلا الله وتقوله مشرك ما هو بقول لا إله إلا الله وفي الشدائد ما بنادي الله عتر يا الحسن من المحن ده نقض لا إله إلا الله ها ستين توضيه ستاشر مرة ونمت بس خمسة دقائق وصحيت هل بيقولوا النومة دي بيوضو وفاضل خمستاشر وضو ولا كلين وقعا مش كلين وقعا إنت تقول لا إله إلا الله وصلّ وتعبد بعد شوية عترتا ناديد غير الله الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن شنو عملك في عمل إن قال لا إله إلا الله ولا ما قال قال شاكير رب العزة والجلال قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بيقولوا ولكن في النايا بخالفوها فإن تما تقول لا إله إلا الله وتجي تعطر تنادي غير الله وتسأل غير الله سبحانه وتعالى إنت تبتقع في الشرك ياه تبقى زي البخور ده عن داس بخرنا بخورك ده ظريف ما مشكلة لكن الله يستر ما يكون عندك بخور دوة ولخبة تتاني النازي بقولوا لا إله إلا الله لكن واحد يقول لك إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل ده فيهم لا إله إلا الله زي الزول لله المثل الأعلى قال بيقول لك إنت زول ظريف وزول تمام وزول كذي لكن أسمع إنت والله زول خاين وإنت كعب ولا يشكرك يقول لك أسمع إنت زول تمام وزول كويس وبي ورا في بيتك إلا خبت في البيت فيه إمت كلامي إلا خبت في البيت يعني قدامك يقول لك كلام سمع ورا بي غادي إضعم فيك ولا يضرك في بيتك فيه إمت كلامي إلى آخره زول يقول لا إله إلا الله لله المثل الأعلى تقول لها الله لا إله إلا أنت تعتر تنادي غيره إنت خالفت الكلمة دي وأبطلت الكلمة دي عشان كذا الله حذر المؤمنين وحذر الأنبياء وحذر الرسل وحذر جميع البشر فقال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الكلام ذا أنا أختم لك السؤال ذا بآية بصر شان تريحك من الموضوع ذا إنه إنت ممكن تهتدي وتقول كلمة التوحيد تنادي غير الله رجعت طوالي تخش النار بعدين قال الله تعالى في سورة الأنعام قل أسمع الآية دي كويس قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا الصوفي بقول لا بينفع تقول لي يا أخي ما بينفع الله قال ما بينفع يقول لك لا بينفع شيخنا دا بينفع والحجاب دا بينفع يا أخي الله قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ركز كويس ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بعد زول اهتدى وقال لا إله الله تاني نادي غير الله ويرجع وارتد عن الدين الآية واضحة جدا فإنت تقول لا إلى الله نادي غير الله ولا تمشي لي شيخ رسول قال لك ما عندك شيء صلى الله عليه وسلم تمشي لي شيخ دجال عامل فيه بيعلم الغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد في إمتى المسألة تمشي لي دجال تقول لا ستة الودع عرم الودع كذير ها ستة الودع شوفي لي بكرة بيحصل شنو ما عندك شيء قدام لأن الله قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلو ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما كلام واضح وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تاني تمش تقول لا بكرة بيحصل شنو وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير طيب مسألة الفتن يعني أبتعنا الفتن بتاعنا الفتن نأس الشرك لأن الله قال والفتنة أشد من القتل وقال تعالى والفتنة أكبر من القتل في إمتى الفتنة الشرك كما قال ابن باذ رحمه الله تعالى ذول فاتنا الناس الناس جد بيصلوا في الصلاة بقولوا إياك نعبد وإياك أنا السعيد يعني ومن عبد الليلة يا الله وما من السعين إلا بك إجي بجنبه في المسجد فارش لي شوال فارش لي حجبات تعالوا حجاب سكين حجاب كذي حجاب غيره حجاب عقرب ده ما فتن الناس في دينا خل الناس بدل عقيدة تلقى عمك مارك من المسجد عمره تزعين سنة الفترة بتاع التزعين سنة ما لبس حجاب هل الفترة بتاع التزعين سنة ما شاف عقرب ده ساكن في كوكب زحل ما قاعد معانا في السودان في زول تزعين سنة في السودان ما شاف عقرب قال بلد دي تشوف عقرب قديسة تجي طايرة ليك كليب عمك ده تزعين سنة يدق عداد وقرعي عداد والله حافظه ده دهير في آخر عمره منا خلاص دهير يخش الحفرة دهير يرميه يترمو في الحفرة بيشيرك بالله تعالى أولا تعال لك حجاب ولا مصيبة دهير بتاعنا الفتن يعني ما أقول لك تعال خلي عقيدتك في الله وديد المنفعك بعدين طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد مصطفى سبه الصحابة وشيخكم طيب ما رديت عليه آه ما رديت عليه الناس دي وين يا جماعة زل كتبه ما ما قاعد في البلد دي ولا كيف الشيخ محمد مصطفى عبد القادر تكلم في الصحابة فقال الصحابة اقتتلوا في السلطة بهمت المسألة قال الصحابة اقتتلوا في السلطة وقصدوا بالصحابة الناس البعد أبي بكر الصديق وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد عثمان رضي الله عنه وبالتحديد مجموعة من الصحابة وفي الفتنة ديك شارك بعض الخوارج وشارك بعض الشيعة في هذه الفتنة عشان كاي العلماء بيقولوا الفتنة اللي حصلت بين الصحابة الصحابة صاح اختلفوا لكن واقتتلوا لكن ما اقتتلوا في سلطة لأن الصحابة الله وصفهم في القرآن أنا لو اختلفت معك إنت قلت الصحابة اقتتلوا في السلطة وأنا قلت الصحابة ما اقتتلوا في السلطة المسألة دي مش مسألة دينية يا ناس مش مسألة دينية لأنه عندها علاقة بالصحابة المسائل الدينية إذا الناس اختلفوا فيها الله قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الله قال في المسألة دي شنو والرسول قال في المسألة دي شنو دا البيفصل بعد دايزو لخالف الله قال في المسألة دي ولا الرسول قال دا صاحب هوا وده نحن بنتركه وتركناه في إمتى المسألة الله قال في النقطة دي بالتحديد قال بالنسبة لنا نحن وغير من النقاط قال والذين جاءوا من بعدهم بعض الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم دا منهجك مفروض يكون كذب يعني الصحابة دي لها ناس خلوا مكة الرسول ولده وين مش ولده في مكة مات وين في المدينة مشا من مكة لي المدينة بسبب شنو بسبب الدين النازل خلوا أيش عشان الدين والله قال للفقراء دي المشا الصحابة الفي الآية دي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم دي دنيا ولا ما دنيا ومرقون من الدنيا دي ليه مرقوا منا ومرقون يبتغون فضلا من الله ورضوانا مرقون دش الظاهر بالنسبة لهم يبتغون دش الباطن الله مدحوا الصحابة الصحابة ظاهرا وباطنا في إمتى المسألة أشكي الصحابة تركوا بيوت ياخبوا يحيا الصهيب رضي الله عنه لما اللي حقو قال لون أنا بوريكم المال لكن أنا الهجرة دي ما بخليها المال بتاعي هم عارفين المال وين قال لون أنا السهام دي شاهلة معايا أصيب فيك أي سهام يتو عارفيني نياش يعني بالدارية بتاعتنا أنا أي سهام بوريتكن باكتل فيكن زول ولا وريكن أموالي وين تمشو الشيلوة وتخلونيها هاجر الزول دم هاجر لدنيا ولا ما اشي لي الله وما اشي عشان يلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام وما اشي لي المدينة قالوا خلاص ورينا الأموال قال لون أموال في المنطقة الفلانية وما كذب ما شو القوة ده زول زاهد ولا ما زاهد دي لناس زنيا ولا ناس آخر الصحابة يا ناس هس يتين قالوا كالصحابة اقتتلوا عشان كرتونة بتاعة معاجون انت بتصدق الكلام ده يا أخي دي لناس آخر يا أخي الله زكرهم في القرآن وقال لين تابعون فهو قال الكلام الباطل ده في الصحابة عشان كم نحن تركناه تركناه ونسأل الله القبول تركناه الله تعالى وأبا يرجع أبا يرجع جابوا له فتاوة من علم كبار أبا يرجع شيخ الفوزان عبيد الجابري والناس ينبزون ساي دي لما يشتغلوا بالعلمة وبيسقطوا العلمة طيب دي لما علم يا ناس الفوزان ما عالم عالم الكلام ده بتعنوا اقتتلوا في السلطة ده ما قال يا إما يقولوا زول جاهل بالعقيدة يا إما رافضي مش كلام عالم شيخ عبيد الجابري مش ردة في المسألة دي وأبطل محمد بن هادي المدخل مش علماء أبطلوا نحن نرجع مرة تانية سمعت كلام الله يعني نحن الله قال لينا تجاه الصحابة نقول شنو ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان انتهى الموضوع طيب الرسول قال في الموضوع ده شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع ده في غيره قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فأمسكوا شاكيه محمد بن عبدالوهاب الهم بتبجحوا بعض الأدباع ليه ويقولوا في مختصر السيرة قالوا قالوا قال ما قال اختتلوا في السلطة ما صرح بالعبارة دي أصرح به كلام عديل أجيب مختصر السيرة أصرح به عديل قال وأجمع أهل السنة والجماعة على الإمساك فيما شجر بين الصحابة دم نو ده في مختصر السيرة البربهاري ذكر المسأة الذي في شرح السنة علق عليها الفوزان رحمه الله تعالى وقال ولا يذكروا إلا من باب الاستغفار لهم والدعاء لهم والرضى الترضي عنهم إلى آخر كلامه وإلى آخر ما قال ده العلماء ناسوا قبله الناس ابن تيمية في منهاج السنة وناس ابن حزم في الفصل بين النحل والملل والموضوع ده للأسف الشديد ما كان ناس بنتسبوا إلى السنة بتناغشوا فيه قبل خمسة أو ست سنوات قبلها قبل الخمسة أو ست سنوات الماضية دي إلى بداية الدعوة في هذه البلاد ما كان اثنين بنتسبوا لأهل السنة بتناغشوا في الموضوع ده أصلا إلا بعد تفوه به وشاركه من شاركه فنبرأ إلى الله تعالى من هذه المقولة الآثمة المقولة الباطلة المقولة السيئة التي صدع بها ونبرأ منه هو صاحب المقولة فيه امت كلامي؟ هاي طيب هاي فيه تعليق بسيط كان ذكر أخونا قبل محي الدين مسألة السب الأموات نحن حتى نختم بالمسألة دي في صيحة البخاري ممكن ذكر الحديثة في صيحة البخاري ومسلم وفي صيحة الترغيب والترهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مرد به جنازة والجنازة ميت فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال عمر مخطاب رضي الله عنه وما وجبت يا رسول الله الجنازة الأولى الصحابة أثنوا عليها خيرا إن تقلت وجبت والتانية أثنوا عليها شرا الصحابة فقلت وجبت ما وجبت وجبت معناه شنو قال أما الأولى فقد أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض فدسد اللبن نوي في كتاب الأذكار على جواز غيبة المنحرف وإن كان قد مات وإن كان من المسلمين في كتاب الأذكار آذى صلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا